أطلقت شركة بلوم لمنتجات البحر الميت وبشراكة مع جمعية الشهيد الطيار يازان عرنكي وبالتعاون مع برنامج مساندة الأعمال المحلية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية أطلقت مشروع مول السيدات الإلكتروني والبازار جاء ذلك بحضور رسمي ومشاركة عدد من السيدات المنتجات من كافة المحافظات الأردنية نحن اليوم بافتتاح بازار من نظمية الجمعية الشهيد يازان عرنكي بالتعاون مع شركة بلوم لمنتجات البحر الميت أو بدعم من اليوسائد عم بيشتغلوا على تمكين مجموعة كبيرة من الستات اللي بيشتغلوا بأعمال يدوية مختلفة لغايات تمكينهم من تحسين جودة المنتجات اللي بنتجوها أصلا ولغايات إيجاد مصادر لتسويق هذه المنتجات من خلال تطويرها وزيادة جودتها وكفائتها جاء هذا المشروع بهدف تسويق المنتجات الأردنية الأصيلة بأياد السيدات لتسويق تجارب السيدات التي بذلنا ساعات طويلة من الجهود والطموح والأمل لإنتاج سلع أصيلة تباع في الأسواق الأردنية ومنها ما وصل ويحاول الوصول للأسواق العربية بجهود البزار والمنصات الإلكترونية هذه مشاركتي بالبزار كان عن طريق المهندسة الهام زيادة مشروعي منزلي هو عبارة عن صابون وكريمات وصابون زياد زيتون مشروعي الحمد لله بلش هو بمنحة من مؤسس الشرق الأدنى وكبر المشروع بمواصلتي في التطور حالي ونزول ببزارات معارضة كثيرة ولله الحمد أنا بشوفه من كبير الأكبر والحمد لله أنا بحب المثابرة والتطور في عملي تعتبر المبادرة هذه من المبادرات الفريدة والريادية لدعم فئة خاصة من السيدات في المجتمع المحلي في كافة محافظات المملكة وخصوصا للحرف والمنتجات اليدوية والتقليدية لأن تلك السيدات المنتجات بحاجة كبيرة إلى ترويج وتسويق لمنتجاتهن بطرق مثلى وابتكارية لكي يتمكن من الحصول على دخل يوفر الحاجات الأساسية لهن وليسرهن بكل فخر وكرامة